اهلا وسهلا بكم من جديد طبعا الحديث الاهم والذي يشغل الاوساط المحلية والعربية والعالمية ايضا هو فيروس الكورونا الحديث عن هذا الموضوع اكثر وطرق الوقاية من هذا الفيروس وكيفية التعامل مع هذا الملف بشكل عام بسعدنا نستضيف الدكتور معاد الرحمني وهو اختصاصي علم الاوبياء اهلا وسهلا دكتور اهلا بك صباح الخير شرفنا وايضا الدكتور طارق الصنوري اختصاصي المختبرات والامن الحيوي اهلا وسهلا صباح الخير شرفنا اهلا وسهلا طبعا نحن نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل ولكن اسمحوا لي بعد ذلك نأخذ هذا التقرير البسيط لزميلتنا زينة عن اخر المستجدات بخصوص فيروس الكورونا مما لا شك فيه ان العالم يواجه وباء يتعدى بانتشاره الحدود كافة في ظل رعب ادى الى اتخاذ اجراءات دولية احترازية لصد فيروس كورونا تتجدد اخبار الكورونا كل لحظة وتسجل ارقام جديدة عن حالات الاصابة في دول عدة وكنا في الاردن نتمنى ان نكون بمنأة عن هذا الوباء غير انه كان يوما تلو الاخر يقترب منا لم تستطع الصين ان توقف تفشي المرض الذي سجل اول حالة في كانون الاول الماضي الى ان تجاوز عدد الحالات المصابة ثمانين الف حالة منها ما يقرب ثلاثة الاف حالة وفاة حتى يومنا وهو ما اثار ذعر الدول الا ان ذلك لم يمنع من وصول الفيروس الى غالبية دول العالم ففي اليونان والجزائر والنمسا وسويسرا وكرواتيا اعلن عن تسجيل حالات مصابة بالكورونا فيها وجميع تلك الحالات التي اعلنت في الاوينات الاخيرة مرتبطة بايطاليا التي انتقل منها كورونا الى دول عدة خاصة في اوروبا اما في العالم العربي ارتفع مجموع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت الى ستة وخمسين حالة في عين اعلنت البحرين عن تسع واربعين حالة مصابة فيها وارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في كل من العراق والامارات الى 21 مصابا وفي لبنان وصل عدد الحالات المصابة الى 10 بالاضافة الى كل من قطر وعمان والجزائر اذ اعلن عن عدد قليل من الحالات المصابة بفيروس كورونا فيها كانت المغرب وتونس اخر دولتين عربيتين بالاضافة الى الاردن اعلنت عن تسجيل اول حالة مصابة بالفيروس في كل منها وفي الاردن ضاعفت وزارة الصحة اجراءاتها الاحترازية واسعت مواقع الحجر لضمان خلو الدولة من اي اصابة بالفيروس غير ان اول اصابة سجلت قبل يومين وفي ظل ارتفاع معدل الاصابات وما يتبعه من دعر يصيب الشعوب ما مصير الناس والمواطنين وما يواجهونه من خطر في الايام المقبلة نعم اذا شفنا هذا التقرير لزمنتنا زينة وشفنا اخر المستجدات بالنسبة لهذا التقرير حديثنا مع الدكتور طارق بداية دكتور حضرتكم من الشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية وهي تعنى بكل الامراض بشكل عام والوقاية حكي لنا لو سمحت عن الشبكة ما هي وما هي ادوارها شكرا اخ ايثم على الاستضافة وصباح الخير اليك ولمشاهدين الكرام احنا الشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية هي منظمة غير حكومية غير ربحية مقرها عمان تم تأسيسها في 2009 وهي تعنى بالصحة العامة في منطقة شرق البحر الابضة المتوسط نعم لدينا نشاطات في اكثر من 15 دولة في الاقليم ونحن نؤمن وندعم التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص وكان من اول نشاطاتنا عند اعلان المرض الكورونا او الكورونا المستجد هو تعاوننا مع وزارة الصحة الاردنية في تجهيز نشرات توعوية وورشات تدريبية لتوعية الكادر الطبي عن فيروس الكورونا نعم يعني التعاون والتشاركية تمثل يعني في احسن صوره مع وزارة الصحة الاردنية في كثير من المجالات وكان من اهمها فيروس الكورونا المستجد نعم نعم الله يعطيكم الفعافية دكتور دكتور معاذ يعني الفيروس يبدو انه يجب على الجميع انه معرفة كل تفاصيل هذا الموضوع يعني من اجل الوقاية من هذا الفيروس فاشو هذا الفيروس شو كمان البيئات المناسب الى اله شكرا استاذ هايثام وصباح الخير لجمهورنا في بداية خليل نحكي عن الفيروس اللي هو مسبب للمرض هو فيروس الكورونا اسمه كورونا فيروس هي مجموعة من الفيروسات عائلة كبيرة من الفيروسات تميز هاي الفيروسات اسمها اخذه من تركيبها انه في حواليها زي نوع من الهالة او التاج فيجى منها اسم الكراون او كورونا باللاتيني طبعا هاي مسؤولة بشكل عام عن 25% من اصابات الانفلونزا في العالم او اصابات سوري الالتهابات الرئوية بشكل عام فهذا الفيروس هو مسببها في هذه الحالة لمرض الكوفيت اللي مؤخرا نسموه هي المرض اللي بيسبب مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي او الرئوي نعم تمام تمام دكتور طارق كيف بتم الفحص يعني العينات كيف بتم وكيف بتم التشخيص وكيف بيقرر انه هو ايش هذا الشخص مصاب بهذا الفيروس طبعا خليني ابدأ بداية في السؤال اللي تمطرحه بالامس من هي الامكان المختبرات التي يمكنها عمل التشخيص طبعا اساسا حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية يجب ان نعمل او نقوم بما يسمى تقييم المخاطر ريسك اسيسمنت لهذا المكان التقييم المخاطر امكانية حدوثها والعواقب منها فاذا كانت مثلا المخاطر كبيرة والعواقب وخيمة فاننا لا نستطيع ان ننصح بالتعامل مع العينات في هذا المختبر نعم الآن حصل انه المختبرات المركزية بوزارة الصحة منظمة الصحة العالمية معتمدة هذا المختبر كناشنال انفلونزا سنتر اللي هو المركز الوطني للانفلونزا امكانياتهم ممتازة فتم اعتمادهم كمختبر مرجعي للاردن ووزارة الصحة لفحص الكورونا نعم التقنية الفحص هي عبارة عن البيولوجيا الجزائية او ريال تايم بي سي آر او بالعربي تفاعل البرمرة المتسلسل نعم يتم الحصول على العينة العينة من الجهاز التنفسي سواء كان العلوي او السفلي منظمة الصحة العالمية تنصح بالحصول على العينة من الجهاز التنفسي السفلي مثل البلغم مثلا او الفورر لفاج واذا لم نتمكن من حصول على هذه العينة نأخذ نيزو فرنجة لسواب او مسحة انفية بالعومية ويتم ارسالها الى المختبر للفحص يتم استخلاص المادة الوراثية وهال الرنية ومن ثم فحصها بتقنية البي سي آر وقت الفحص يتراوح بين 4 الى 6 ساعات الفحص دقيق جدا هناك عدة بروتوكولات عالمية تم اعتمادها هي خمس بروتوكولات منها ثلاثة موجودين في الاردن في المختبر المركزي للتأكد ومقارنة النتائج وضبط الجودة وتأكد من النتيجة صحيحة 100% تمام نعم دكتور معاذ يعني يقال انه الفيروس لا ينمو في الحرارة العالية فهل معقول يعني مع الصيف او مع ارتفاع درجات الحرارة انه يختفي هذا الفيروس والله هو ما فيش اي دراسة تؤكد هذا الكلام ولكن هي توقعات كونه نمط المرض كيف يعني يدرس يتوقع انه خلال فترة الصيف انه هاي الامراض بالذات اللي بتصيب الجهاز التنفسي اللي بتصيب بالشتاء بشكل عام تنحسر في فصل الصيف طبعا درجة الحرارة الجو بتأثر على حياة الفيروس خارج جسم الانسان عادة يعني الدرجات الحرارة مرتفعة مش البيئة المناسبة لنمو هاي الانواع من الفيروسات فمتوقع في الصيف انه تنحسر عدد الحالات ان شاء الله دكتور طارق يعني احنا شهدنا في البلد اول مبارح مع اعلان اول حالة في الاردن حالة يعني فزع وهلع ويعني تقريبا مجتمعيا تقريبا موطنية يعني في اشخاص في نفس اللحظات يعني اعرفهم في نفس اللحظة اللي اعلنوا فيها عن فيروس الكورونا او عن هذه الحالة ما طلعوا من البيت في هذك اليوم يعني حالات هاي الهلع اكيد وانتو كشبكة لكم علاقة بكيفية تصرف المجتمع مع هاي الامراض وايضا ادارة الازمة من المسؤولين فشو رأيك في هذا الموضوع كيفية التعامل مع هذا الموضوع حقيقة زي ما حكيت بالاول انه من الصعب جدا انك تمنع الفيروس او البكتيريا من دخول اي بلد يبقى الان مهمة الدولة هي ادارة الازمة وما يسمى risk communication الان الهلع اللي صار غير مبرر القلق يجب ان يكون موجود لدى المسؤولين انه لازم احنا ما نقعد في البيت وما نسأل عن الموضوع لازم نهتم وناخد اجراءاتنا الوقائية فللأسف يعني الهلع اللي صار ولحد الان احنا عنا في اليومين الاخيرات هم حالة واحدة مسجلة المخالطين نتائجهم سلبية فهذا اشي مطمئن جدا لاجراءات ممتازة اجراءات الاحترازية ممتازة فللأسف ممكن ارجع لقبل شهرين كان عنا الانفلونزا ال H1N1 والتي تؤدي الى حالة وفيات اكثر من هيك فما شفنا حالة الهلع هذه في الايام هذه الايام قبل حوالي اربعة شهر نعم الان اللي صار مع الكورونا يعني المميز الوحيد هو انه سريع الانتشار ولكنه يعني غير قاتل نسمة الامات فيه في كل العالم حوالي 2% بينما السارس نسبة الامات فيه 10% ونقل في الونزا اكثر من هيك نعم يعني حالة الهلع غير مبررة مبررة الامور يعني الاحترازية نعم دكتور برأيك مني مسؤول يعني عن حالة الهلع هاي هاي هو التعاون الحكومي عن الموضوع ولا احنا كمجتمع بشكل عام يعني كلنا منحب السوشال ميديا ومنكتب وفيه ناس يعني ممكن يثيروا شائعات او خوف معين وفيه ناس يعني بزيدوا في خوفهم واحيانا بيكون بتم تناقل معلومات مش صحيحة صحيح يعني انا في رأيي شخصي هي السوشال ميديا وامبارح يعني منظمة الصحة العالمية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعني حذر من انه الشاععات واثرها راح يكون اخطر من الفيروس نفسه وهذا كان يعني تم نشره رسميا فللأسف يعني انا شفت برضو بعض الامور على السوشال ميديا كانت غير صحيحة غير مبررة وكان لها اثر كبير في الهلع لدى المواطنين ومن اهمها يعني تم ذكره الكمامات واستخدام الكمامات الكمامات للأسف هي ليست للمواطنين الكمامات هي للمريض والكادر الصحي الذي يقوم برعايته وكان الهلع غير مبرر صحيح المعاقمات غسل ايدي ضروري ضروري نحصل عليها مش مشكلة بس الكمامات يعني ما في داعي لها الان لحد الان وان شاء الله ما رح يصير انتشار مجتمعي عندنا بالاردن لانه هاي الحالة مستوردة كانت من خارج البلاد تم التحفظ عليها وحجرها وصحته المريض جيدة نعم فكان بكرر انه السوشال ميديا كان لها اثر كبير نعم سلبي في هاي الناحية نعم دكتور معاذ خلينا نحكي عن المرض نفسه من اشخاص المعرضين لاله اكثر في حالة انتشاره كيف كيفية التعامل معه كيفية الوقاية طيب هسا المرض ممكن اي شخص ينصاف فيه اذا تعرض للمصدر العدوى لكن عادة احنا الاشخاص اللي عندهم امراض تخص جهاز المناعة امراض مزمنة هم معرضين اكثر للاصابة نعم في هذا المرض تبين خلال الدراسات انه الاطفال اصابتهم قليلة في هذا المرض لحد الان فيه دراسات عن المرض وعن الفيروس يعني فيه معلومات لسه شوي شوي قاعدة تطلع بالنسبة للوقاية من المرض طبعا اهم اشي هو الاستخدام او ممارسات الصحية بتتعامل على يعني بتتكون من اول شي نظافة شخصية غسل اليدين بالماء والصابون مهم جدا لقتل الفيروس او خلاني نحكي تجنب العدوى منه استخدام الكحول للأيدي ايضا دائما نبتعد عن بالذات لما نعطس لما نقح دائما يكون نستخدم منديل نتخلص منها يعني ما يكون دائما ما نلمس الأسطح لما نلمس أنفنا أو ثمنا ما نلمس الأسطح الأسطح تكون دائما الطاولات المقابض الأبواب تكون ضيفة لانه ممكن من خلال انت تلمسها وبعدين تلمس أنفك ثمك أو عيونك ممكن يدخل من هنا المرض فهي أهم شيء زي ما حكينا النظافة الشخصية وعدم التخلط مع الإنسان الآن عنا عادات احنا في الأردن التقبيل وهي الأشياء طبعا الفنجين فنجان القهوة اللي يعني بيمر على أكبر من واحد فالآن نحاول في هاي الفترة أنه نتجنب هاي الممارسة طبعا دكتور يعني معاد نحكي عن الوفيات هل الوفيات نسبتها مرتفعة كم هي النسبة؟ ما هي النسبة للوفيات؟ طيب عالميا هو نسبة الوفيات من كل اللي نصابه في المرض من 2 إلى 3% بحد أقصى نعم ومن هذولة 2 إلى 3% يعني النسبة كبيرة تقريبا من 80 إلى 90% هم الكبار جدا في السن اللي عندهم زي ما حكينا أمراض مشاكل في الجهاز المناعي أمراض مزمنة أمراض في القلب في الرئة فهاي هي نسبة يعني هم الأكثر عرضة للإصابة وللوفيات يعني في أمراض أخرى كثيرة نسبة الوفيات فيها أعلى صح؟ أعلى بكثير يعني في أمراض احنا متعارف عليها ممكن الجلطات الضغط هاي بتسبب الحوادث بتسبب وفيات كثير يعني حتى الانفلونزا الانفلونزا الموسمية هاي في مثلا في الويات المتحدة بتسبب بالسنة هاي مثلا ما يقارب من 18 ألف ل 46 ألف حالة وفاة يعني حسب المركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فيعني المرض ليس يعني ما في أي داعي لهذا الهلع الموجود يعني نتعامل معه بحرفية خلينا نحكي نتعامل بانستخدم الوسائل اللي احنا تقينا من المرض وان شاء الله انه ما في أي يعني مخاطر من إذن الله نعم نعم دكتور يعني احنا بعد يعني بعد أول حالة يعني بعد رصد أول حالة في الأردن صار الحديث انه هذا الشخص مثلا صال له أسبوعين في البلد أو هاي الحالة صالها فترة في البلد فأكيد تم التعاون مع أشخاص كثيرين وتم لمس كثير أشياء وكل هاي المواضيع فبالتالي انه في كتير ناس مقتنعين انه الفيروس رح ينتشر بطريقة سريعة جدا حتى لو من حالة واحدة هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ لحد الآن النتائج المخبرية كانت يعني مبشرة جدا للمخالطين ولا حتى عيلة الشخص المصاب وزوجته وأطفاله كانت نتائجهم سلبية حمد التوقعات انه المريض راجع كان هو أعراضه خفيفة وراجع في المراحل الأخيرة للمرض واحتمالية انه الفيروس كان في جسمه في آخر مراحله وكان ماشي في مرحلة الشفاء وهذا احتمال انه يقلل العدوى الانفكتيفتي تاعت الفيروس نعم وممكن الفيروس يصيب بشدة أكثر من شدة بالنسبة للأشخاص يعني ممكن حسب مناعة الشخص مثلا العراض تطلع عليه أكثر ممكن واحد مثلا مناعته جيدة ما يحس بالعراض بنفس الطريقة صحيح 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 مية بالمية زي ما تفضل دكتور معاد العمر الكوميربيتس أو الأمراض المزمنة هي اللي بتكون منعة إنسان ضعيفة وهو اللي بتظهر عليه سيفير أعراض حادة نعم بس ألفت انتباهكم انتباه المشاهدين إلى أنه ثمانين بالمية يعني من الحالات اللي سجلت في العالم يعني كانت الأعراض تاعتها متبسطة مايلد يعني ما كانت سيفير نعم وهذا مسجل وموثق رسميا وكمان الأبحاث اللي نشرت لحد الآن على فكرة الأبحاث اللي نشرت حول الكورونا عددها يتجاوز الألف بحث تم نشرها في المجلات العلمية المحكمة يعني بتشير إلى أنه المرض أعراضه مايلد خفيفة نسبة الوفيات فيه أقل من كثير من الأمراض الأخرى فيه معلومات بتشير يعني الأشرة إلى الوقاية وأهمية الوقاية وهذا اللي احنا بنشوفه بالصين الإجراءات الوقاية اللي تم اتخاذها كانت فعالة جدا نعم وإحنا بنشوف الآن نزول في الحالات اللي في الصين بسبب الانتشار في الدول الأخرى السريع يعني إن شاء الله الدول بتأخذ إجراءات بتكون مناسبة نعم للتقليل من المرض دكتور في الحديث عن المناعة من نسمع أنه فيتامين سي بساعد في تقوية المناعة هل هذا الكلام صحيح؟ يعني أنا فيه أشخاص يعني أم بشوفهم مبارحوا مبارحوا بيأخذوا 3 أو 4 حبات فيتامين سي في اليوم صحيح؟ طبياً ولا لا؟ الصحيح الفيتامين سي يعني مفيد في حالات الرشح هو الأمراض الجهاز التنفسي طبعاً يعني بجرعات يعني مقبولة يعني كمان إحنا ما بدنا نبالغ في أخذ الفيتامين سي فيه جرع معينة لأخذ الفيتامين سي هي بتقوى الجسم بتزيد من مناعته فلا شك يعني فيتامين سي مفيد نعم يعني هلأ فعلياً هو بفيد ولا لأ؟ بتقوية المناعة بيفيد نعم يعني هلأ يعني هو اختفى من الصدريات بجرعات يعني مضبوطة يعني للأسف يعني ما يعني مش صحيح أن نأخذ جرعات كبيرة كل يوم تمام يفضل الوقاية إجراءات الوقائية غسل ليدين عدم الاقتراب من الناس اللي عندهم اتظار عليهم هالأعراض نعم دكتور موعد شو العلاجات المتوفرة حالياً في الأردن وفي العالم طيب عالمياً الآن علاج لمرض الكورونا المستجد لا يوجد مخصص لهذا المرض لا يوجد لكن في يعني العلاجات الآن تستخدم هي مجموعة من الانتي فيرال الانتي فيرال الآن أكثر إشي حسب الدراسات تبين أنه خليط النوع معين من المجموعة من الأدوية التي تعالج الملاريا تعالج الإيبولا وتعالج نعم وهي مضادات حيوية هي لا مش مضادات حيوية هي مضادات للفيروسات مضادات حيوية تستخدم لمراض البكتيرية فهذه مجموعة بنسب معينة وجدوا أنه هي أكثر إشي فعال عشان يقضي على مرض الكورونا عادة إحنا بالأمراض الفيروسية اللي زي هيكة نستخدم الأدوية التي تخفف العلامات والأعراض اللي بتظهر الألم الجسم مثلا الحرارة السعال هذه الأدوية اللي بتخفف العلامات والأعراض ونهاية هي بتقضي على المرض تمام دكتور ذكرت تجربة الصين حضرتك أنه تم الاحتواء ونحن نرى أخبار مبشرة أنه في الصين تطلع الأخبار أنه الحالات عم بتقل تسجيل الحالات يوميا عم بتقل فهل هذا مؤشر على أنه إن شاء الله ممكن أنه يختفي هذا الفيروس قريبا وكيف رأيك بطريقة احتواء المرض في الصين والملف هذا الموضوع طريقة تعامل الصين مع الموضوع حقيقة الصين يعني أعطت دروس يعني إن شاء الله بعد انتهاء الوباء بالجملة لكل العالم حتى منظمة الصحة العالمية زارتهم بوفد أو وفدين لاستفادي من الخبرة في احتواء المرض الصين بدي أرجع للتشخيص المخبري في أول عشر أيام من بداية المرض الوباء اللي هو في شهر ديسمبر 2019 تمكنت من عزل الفيروس زراعته ومشاركة الشيفر الوراثية مع العالم عن طريق موقع NCBI وهو خاص بهذه المعلومات والدول حصلت عليه في ذلك الوقت وبسرعة وتمكنوا من صنع المواد الخاصة بالتشخيص فهذا إشي مبشر إذا بنرجع لأيام متلازمة الشرق الأوسط اللي هي الميرسكوفية كنا بحاجة لست أشهر للحصول على المادة لتشخيص المرض فهذا نجاح كبير يعني يسجل في إدارة الأزمة هاي في بدايتها في الصين نعم الآن الإجراءات الوقائية كانت في الصين برضو بدي أحكي إنها عبارة عن مدرسة تمام دكتور إحنا في معنى استطلاع أو سؤال حطنا على الفيسبوك هل تعتقدون أن تسجيل أول إصابة بالكورونا في الأردن تستدعي هذا الهلع؟ 35% نعم 65% لا إذن يعني في نسبة كبيرة دكتور تعتقد أنه نعم يستدعي هذا الهلع؟ إيش رأيك؟ لا يستدعي للأسف لا الهلع غير مبرر بس نسبة اللي حكونا عن طبعا يعني برضو يعني مبشرة يجب زي ما حكيت أول شيء يعني نقلق قليلا نأخذ إجراءاتنا الوقائية بس لها الأعلى تمام دكتور طارق شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور مواذ أهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم يعطيكم ألف حافية وشكرا على المعلومات المهمة جدا نتمنى السلامة والصحة للجميع دائما فاصل صغير ونكمل فقراتنا في دنيا يا دنيا